ومعنا أيضا دكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض السكر بالقصر العيني دكتورة إذن هل هذا التقرير يعني أن الأسبرتان آمن بشكل كامل ولا أنه لازم نراعي الجرعات؟ لا أنا مع حضرتك في مراعات الجرعات لأنه هو بيستخدم في حاجات كتير يعني مش بس في المياه الغازية بيستخدم في الحاجات الدايت كلها الحلويات الدايت بيستخدم في اللبان في الجيلاتين في أدوية الشرب نفسها الأدوية كلها اللي هي عن طريق الشرب قد يضاف لها أسبرتان معجون السنين يضاف إليه أسبرتان الحاجة الثانية أنه في بعض الدول طبعا فيها أمراض قد تكون سببت مشكلة في الكبد زي إصابة سابقة مش بنقول إصابة حالية لأنه طبعا إحنا عارفين أنه إصابات فيروسية قلت جدا ولكن الإصابات السابقة في فيروسي ناخد بالنا شوية لأن دي أحد أحد مسببات سرطان الخلية الكبدية فيعني الناس اللي سابق إصابتهم في فيروسي ياخدوا بالهم أكتر من الأشخاص اللي عندهم الكبد سليم وليس هناك إصابة سابقة طيب ماذا عن حلويات الأطفال؟ لأنه تتكلمي على الجيلاتين على الداف الجالي يعني كمان مش كده ولا إيه؟ الأطفال تحت سن سنتين ممنوع ليهم استخدام المحليات الصناعية والمحليات كل أنواع المحليات الغير طبعية بعد كده طبعا ناخد بالنا إحنا مش بنقول إن إحنا ماستخدمهاش خالص ولكن هناك قلال يعني نقلل نستخدم بكميات معتادلة نعود نفسنا على كمية محليات قليلة يعني إحنا لو قلنا إن القرس من الأسبارتام في حوالي 18 ميلي جرام اللي هو بيساوي تحليل معلقة سكر صغير فلو إحنا عودنا نفسنا إن إحنا نستخدم ما يقابل معلقة سكر صغير يعني 18 ميلي جرام فقط من الأسبارتام يعني يمكن ده جرع صغير قوي تعتبر آمنة إلى درجة كبيرة الحاجة النقطة المهمة التانية اللي حضرتك ذكرت فيها النهاردة إن لازم يكون هناك قوانين ملزمة للشركات اللي بتطلع منتجات غزائية إن هي تحط على المنتج نوع المحليات الصناعية أو المحليات الطبعية وكميتها وعدد الصغرات الحرية أيضا اللي موجودة في كل منتج وبنشجع المستهلك على قراءة البيانات على هذا المنتج يعني ما فيش حد ياخد حاجة إلا لما يقرأه يشرق لي شكرا دكتورة إيناس شلتوتو أستاذ أمراض السكر بالقصر العيني